رحمة الله وبركاته بيان الرسمي من حسين لبيب عقب حكم عزى المستشار مرتضى منصور من رئاسة الزمالك علق حسين لبيب رئيس لجنة السابقة التي كانت تدير الزمالك على حكم القضاء لداري اليوم بزوال صفات رئيس النادي من مرتضى منصور وعزله من منصبه وذلك بناء على دعوة تم إقوامتها من عدد من أعضاء الجماعية العمومية للزمالك حسين لبيب وفي بيان الرسمي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك قائلا الزمالك أولا بإذن الله مع عضاء الجماعية العمومية الشرفاء نستعيد النادي إلى الطريقة الصحية حيث المكان الذي طريق به هذا البوست كنت كتبته من يوم 11 فبراير الماضي ويصف الحالة الحالية في النادي فأما الدبت فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض كنت قد تعهدت نفسي ألا أتحدث عن أمور النادي وإدارته الحالية سواء في مقام الرد على ما يرددونه من أكاذيب بشأن اللجنة التي تشرفت برياستها لإدارة النادي ظن مني أن ذلك أنسب لاستقرار النادي إلا أن ما وصل إليه الأمر من انهيار في كافة المجالات يجعل لزاما عليها وعلى كل جماهير نادي زمالك العاشقة للكيان وجميع أعضاء الجمعية الأمومية لنادينا الحبيب أن ينتفضوا جميعا يدا واحدة ونتكتف لإنقاذ الموقف في سلام ولنعلم جميعا أن غياتنا ستحقق بجهودنا دون أن نرقي لائمة على أي جهة أو مسؤول وأقول لكم وبسطق ده يخطب زي رئيس الجمهورية أنه بعد رحلة جاوزت النصف قرن في مجال الرياضة عامة وداخل نادي الزمالك علامتنا الأيام وتجارب أن الكيان يبقى ويذهب الجميع كما شهدنا في الماضي قبوات وفترات من التعثر الرياضي أو الإداري أشارككم الراقي أن الأمر لم يبلغ في أي وقت مضى ما يشهده النادي من تردي رياضي وإداري ومالي فضلا عن اهتزاز منظومة القيمة الأخلاقية التي كانت دائما عنوانا للنادي ده أنت أساس الفساد في النادي كنت إلا أنني أدعوكم للتمسك بالأمل والمحافظة على اللعبين الذين هم صروة النادي ورغم أنهم لا يمكن عفائهم من المسؤولية فلا شك أنهم يلعبون في مناخ لا يساعد على النجاح الإدارة غير الوعية قامت بتفريغ الفريق من نجومه وأفقدت باباقية منهم ثقته بنفسه ودوافعه كما أحدثت اهتزاز في الجهاز الفني وهات السبب برونة وفي فقدان الفريق تماسقه وهويته قريبا بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى سوف يتم استعدادة النادي من حفن اختطفاته لا تلق به ولهم أهلا لإدارته أخيرا أذكر وكرر أن جبهير النادي وأجهزة الدولة المصرية المحترمة أكثر وايا وحكما مما يظن البعض عاش نادي زمالك أقبل قلعة رياضية في مصر وكل اللي نقدر نقوله يا سيد حسين لبيب حسبنا الله ونعمل وكيل فيك وفي كل ظالم وفي كل واحد عايز يهدم نادي الزمالك يا أخونا دي حاجة الحاجة الثانية أنتوا بتطلعوا زي الجرزان لما يحصل أي حاجة لمرتدى منصور لكن في المواجهة ما تقدرش تواجهه حد حسبنا الله ونعمل وكيل في أيام مباركة فيكم ترجمة نانسي قنقر